اشتركوا في القناة سنتعرف اليوم في هذا الجزء الثاني على كيفية مقارنة وترتيب وتأطير الأعداد الكبيرة وسنحاول من خلال هذا الدرس أن نحقق الأهداف التالية مقارنة الأعداد الكبيرة الملايين والملايير ترتيب الأعداد الكبيرة وتأطير الأعداد الكبيرة في البداية أريد منكم أن تقرأوا هذا العدد وتكتبونه بالحروف على دفاتركم من أجل قراءة صحيحة لهذا العدد نكتبه بشكل يميز ما بين الفصول لكلاس فصل الوحدات البسيطة فصل الآلاف فصل الملايين وفصل الملايير وتتم القراءة من اليسار إلى اليمين فنقول ثلاثة ملايير ومليونان وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وعشرون والآن أريد منكم أن تقرأوا هذا العدد وتكتبونه بالأرقام على دفاتركم خمسة وعشرون مليارا واربعة عشر من أجل ذلك سنستعين بجدول العد نعم خمسة وعشرون مليارا واربعة عشر ما هي الأصناف التي سمعتموها إذن مليارا خمسة وعشرون مليارا نكتب خمسة وعشرون في فصل الملايير وهل سمعنا ملايين لا إذن نكتب صفر وهل سمعنا ألفا أيضا لا إذن سنكتب صفر واربعة عشر في فصل الوحدات البسيطة وبالتالي فالكتابة الصحيحة هي خمسة وعشرون مليارا واربعة عشر حاولوا أن تتذكروا معي كيف يمكننا مقارنة الأعداد لمقارنة الأعداد نستعمل الرموز التالية أكبار أمن أكبر أمن الاكبر. او تناقصيا. نقول ايضا تنازليا بغض دكوالسان. اي من الاكبر الى الاصغر. لاحظوا معي الخريطة التالية. فهي تمثل خريطة العالم. وقارتها الخمس. اسيا. اوروبا. افريقيا وهي القارة التي ننتمي اليها. امريكا وقمنا هنا بتقسيمها الى قارتين امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية بالاضافة الى استراليا. ساقرأ لكم الوضعية. بعد مساعدتك لاختك في قراءة الاعداد وكتابتها. تمكنت من تنظيمها في جدول. لكنها وجدت صعوبات في ترتيب المعطيات. فطرحت عليك مجموعة من الاسئلة. هذا هو الجدول الذي نجحت اختك في تنظيم المعلومات فيه. ويتضمن القارات وعدد السكان في كل قارة. اليكم الاسئلة. اولا كم عدد سكان قارتنا افريقيا؟ ما هي القارة التي بها عدد اكبر من السكان؟ افريقيا ام اوروبا؟ اي القارتين الامريكيتين بها عدد اصغر من السكان؟ الشمالية ام الجنوبية؟ احصر عدد السكان بامريكا الشمالية بالقرب من مئات الملايين. احصر عدد السكان بامريكا الجنوبية بالقرب من عشرات الالاف. واخيرا ارتب تنازليا هذه القارات حسب عدد سكانها. الان حاولوا ان تنجزوا الوضعية على دفاتركم. وفي انتظار ذلك اوقفوا الشريط الى ان تكملوا عملية الانجاز. ارجو ان تكونوا قد انهيتموا المهمة بنجاح. والان سنتعاون على الانجاز. اولا كم عدد سكان قارتنا افريقيا؟ من خلال الجدول فان العدد بالارقام هو ونقرأ من اليسار الى اليمين نقول مليار وثلاثمائة واربعون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون الفا ومائة وسبعة واربعون السؤال الثاني ما هي القارة التي بها عدد اكبر من السكان افريقيا ام اوروبا؟ للاجابة على هذا السؤال نحتاج الى مقارنة عدد سكان القارتين مليار وثلاثمائة واربعون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون الفا ومائة وسبعة واربعون وسبعمائة وسبعة واربعون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الفا وستة وعشرون لمقارنة هذين العددين نبدأ اولا بحساب عدد الارقام في كل عدد العدد الاول يتكون من تسعة ارقام والعدد الثاني يتكون من عشرة ارقام اذا فهما مختلفان من حيث عدد الارقام اذا بما ان عشرة اكبر من تسعة فالعدد الاكبر هو العدد الذي يتكون من اكبر عدد من الارقام اذا مليار وثلاثمائة واربعون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون الفا ومائة وسبعة واربعون اكبر من سبعمائة وسبعة واربعون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الفا وستة وعشرون وبالتالي فان عدد سكان افريقيا اكبر من عدد سكان اوروبا ثالثا اي القارتين الامريكيتين بها عدد اصغر من السكان الشمالية ام الجنوبية للاجابة على هذا السؤال سنحاول مقارنة العددين اربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون الفا وسبعمائة وستة وستون وهو عدد سكان امريكا الجنوبية وثلاثمائة وثمانية وستون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون الفا وستمائة وسبعة واربعون وهو عدد سكان امريكا الشمالية لمقارنة العددين نبدأ أولا بحساب عدد الأرقام العدد الأول يتكون من 9 أرقام والعدد الثاني يتكون من 9 أرقام أيضا إذن هناك تساوي من حيث عدد الأرقام في هذه الحالة نقارن بدءا من اليسار أي من أكبر رتبة في أكبر فصل أكبر رتبة في أكبر فصل في العدد الأول هي أربعة رقم مئات الملايين والعدد الثاني هي ثلاثة إذن نلاحظ أن ثلاثة أصغر من أربعة إذن ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون أصغر من أربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وستون وبالتالي فإن القارة الأمريكية التي بها عدد أصغر من السكان هي أمريكا الشمالية السؤال الرابع أحصر عدد السكان بأمريكا الشمالية بالقرب من مئات الملايين عندما نقول حاصر فنحن نتحدث عن التأطير سنقوم بتأطير العدد ثلاثمائة وتمانية وستون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون بين عددين في هذه الحالة سنستعين بالمستقيم المدرج وبما أن الحصر هنا بالقرب من مئات الملايين فسنحدد تدريجات من مئة مليون صفر مئة مليون مئة مليون ثلاثمائة مليون وأربعمائة مليون ما هو رقم مئات الملايين في العدد ثلاثمائة وتمانية وستون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون هو ثلاثة أي ثلاثمائة مليون إذن أين سيتموضع هذا العدد سيتموضع هنا بين ثلاثمائة مليون وأربعمائة مليون نكتب ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون محصور بين ثلاثمائة مليون وأربعمائة مليون السؤال الخامس أحصر عدد السكان بأمريكا الجنوبية بالقرب من عشرات الآلاف إذن سنقوم بحصر العدد أربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وسبعمائة وستة وستون بين عددين سنستعين مرة أخرى بالمستقيم المدرج وبما أن الحصر هذه المرة بالقرب من عشرات الآلاف فسنحدد تدريجات من عشرة آلاف أربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وثلاثون ألفا أربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة واربعون ألفا أربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون ألفا أربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وستون ألفا إذن ما هو رقم عشرات الآلاف في العدد 430759766 هو خمسة أي خمسون ألف أين سيتموضع هذا العدد سيتموضع هنا بين 430750000 و 430760000 نكتب 430759766 محصور بين 430750000 و 430760000 السؤال السادس والأخير رتب تناقصيا هذه القارات حسب عدد سكانها سنقوم بترتيب الأعداد الممثلة بالجدول تناقصيا أي من الأكبر إلى الأصغر لترتيب هذه الأعداد نقارن أولا عدد الأرقام نلاحظ ومن خلال الجدول أن هناك عددين يتكونان من عشرة أرقام وثلاثة أعداد تتكون من تسعة أرقام سنقارن أولا الأعداد المكونة من عشرة أرقام وهي 4 ملايير و 641 مليون و 54775 و مليار و 340 مليون و 598147 بما أن العددان يتكونان من نفس عدد الأرقام فإننا سنقارن بدءا من اليسار من أكبر رتبة في أكبر فصل أكبر رتبة في أكبر فصل في العدد الأول هي أربعة وفي العدد الثاني هي واحد وأربعة أكبر من واحد إذن 4 ملايير و 641 مليون و 54775 أكبر من مليار و 340 مليون و 598 147 سنقارن هذه المرة الأعداد المكونة من تسعة أرقام وهي 747 مليون و 63626 و 368 مليون و 869 647 و 430 مليون و 759 766 بما أن الأعداد تتكون من نفس عدد الأرقام فإننا سنقارن بدءا من اليسار من أكبر رتبة في أكبر فصل أكبر رتبة في أكبر فصل في الأعداد على التوالي هي سبعة ثلاثة أربعة ما هو العدد الأكبر؟ هو سبعة أي 747 مليون و 63626 أكبر من العدد الليلي هو 430 مليون و 759 766 أكبر من 368 مليون و 869 647 وبالتالي فإن الترتيب تناقصيا سيكون كالتالي من الأكبر إلى الأصغر نكتب 4 ملايير و 641 مليون و 5475 و 7575 أكبر من مليار و 340 مليون و 598 و 147 أكبر من 430 مليون و 759 766 أكبر من 368 مليون و 869 647 نستنتج من خلال ما سبق أنه لمقارنة عددين أو ترتيب مجموعة من الأعداد نتبع الخطوات التالية نقارن أولا عدد الأرقام إذا كان العددان مختلفان من حيث عدد الأرقام فإن العدد الأكبر هو العدد المكون من أكبر عدد من الأرقام مليون و 300 ألف أكبر من 260 ألفا لأن العدد الأصغر يتكون من 6 أرقام والعدد الأكبر يتكون من 7 أرقام أما إذا كان العددان متساويان من حيث عدد الأرقام فإننا نقارنهما بدءا من اليسار أي من أكبر رتبة في أكبر فصل إذا كان العددان مختلفان من حيث الرتب فإن العدد الأكبر هو صاحب الرتبة الأكبر 800 مليون أكبر من 260 مليون الرتبة الأكبر في أكبر فصل في العدد الأكبر هي 8 رقم مئات الملايين بينما في العدد الأصغر هي 2 و 8 أكبر من 2 أما إذا كان العددان متساويان من حيث أكبر رتبة في أكبر فصل فإننا نمر إلى الرتبة الأصغر مباشرة 127 مليون و 800 ألف أكبر من 126 مليون و 900 ألف العددان متساويان من حيث أكبر رتبة في أكبر فصل وهي 100 ملايين 1 يساوي 1 نمر إلى عشرات الملايين وجدنا أن 2 أيضا تساوي 2 فنمر إلى الرتبة الأصغر مباشرة وهي وحدات الملايين 7 أكبر من 6 وبالتالي فإن 127 مليون و 800 ألف أكبر من 126 مليون و 900 ألف أما التأطير فيمكن تأطير عدد بين عددين منتهيين بأصفار بالقرب من 100 الملايين أو 100 الملايين أو 100 الآلاف مثلا 362 مليار و 500 مليون محصور بين 300 مليار و 400 مليار أو عشرات الملايين أو عشرات الآلاف مثلا 362 مليار و 500 مليون محصور بين 360 مليار و 370 مليار ويمكن أن يكون التأطير بالقرب من وحدات الملايين أو وحدات الآلاف 362 مليار و 500 مليون محصور بين 362 مليار و 363 مليار كما يمكن أن يكون التأطير بالقرب من المئات أو العشرات أو حتى الوحدات أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم كل ما جاء في هذا الضرس على أمل استغلاله خلال مرحلة التطبيق شكرا على تتبعكم ترجمة نانسي قنقر